أعزاء المستمعين إذا كنا قد وقفنا على مناهج البحث وأنواعه فإن بيان الغاية من الأبحاث هو المعني بهذه الناحية غاية البحث كثيرة متعددة البحث سواء أكان مقالة متخصصة أم رسالة جامعية أو أطروحة أساسية في موضوع ما غايته واحدة هذه الغاية هي الانطلاق من حيث انتهى إليه الغير والإسهام في زيادة المعرفة الإنسانية وقد تجل هذا الإسهام في أشياء كثيرة من هذه الأشياء دراسة أحد الموضوعات الشائكة المعقدة أو المختلف حولها إذ إن الغاية من البحث هو البحث عن الحلول وفك المعقد والاتحاد على رأي مختلف فيه أو محاولة الوصول إلى حل لقضية ما فالغاية من البحث يحققها هذا النوع ثانيا من غايات البحث اكتشاف حقائق جديدة في موضوع ما يستحق الدراسة إذ إن حقائق الأبحاث دائما كلما كانت الحقائق واضحة والنتائج محددة كان البحث قوية ومن غايات البحث أيضا اكتشاف عوامل وأسباب جديدة غير معروفة لحقائق موضوعات قديمة متعارف عليها إذ إن لكل باحث الرؤية ولكل باحث هدف ربما يصل المتأخر إلى ما لم يصل إليه المتقدم أيضا من غايات البحث وانطلاقاته بعث أو خلق موضوع جديد من معلومات أو مادة متناثرة هنا وهناك وترتيبها بصورة مبتكرة ومفيدة عندئذ تكون الغاية قد تحققت من الأبحاث العلمية الدقيقة وكذلك من بين غايات البحث فهم الجديد للتراث عن طريق القراءة الجديدة وبصورة مختلفة وبرؤية وزاوية جديدة ربما تحقق الغاية المرجوة التي لم يصل إليها الأوائل إلى غير ذلك من غايات مرجوة من وراء الأبحاث وبهذا نكون قد وقفنا على بعض تلك الغايات وإلى شرائح أخرى نقف منها على نقاط أساسية في مادة البحث والمصادر